موسيقى موسيقى أرحبكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بكل وضوح أرحبكم على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي موضوعنا لهذه الحلقة يتعلق بأخطر المواقع الإسلامية نعم كما سمعتم أخطر المواقع الإسلامية وأنا سميت أخطر المواقع الإسلامية الموقع الرسمي لدولة قطر لماذا هذا الموضوع؟ أنا أناقش هذا الموضوع نظرا لخطر الميديا لخطر تأثير مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع بصفة عامة على صياغة الرأي العام وتكوين الفرد ومن الواضح جدا أن دولة قطر استثمرت كثيرا في الإعلام سواء المرئي أو المسموع أو في الإنترنت استثمرت أموال طائلة لتنشر إديولوجية قاتلة في هذه الحلقة سأتطرق لموقع إسلام ويب إسلام ويب موقع قطري وقد تم صرف أموال طائلة عليه ليكون مؤترا في العالم الناطق باللغة العربية وليس فقط العالم الناطق باللغة العربية بل أيضا تم الترجمة إلى الإنجليزي والفرنسي والألماني والإسباني فهذا الموقع موجود بلغات مختلفة ويصدر تقافة العنف والإرهاب لمجتمعات مختلفة نبدأ عن هذا الموقع موقع إسلام ويب هو موقع رسمي تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية تأسس سنة 1998 وهذا معلومة مهمة لازم الإشارة إليها في عهد الأمير السابق حمد في عهد الأمير حمد ولازم تأخذوا بالكم من التاريخ أيضا أنه كان بعد سنتين من تأسيس قناة الجزيرة الجزيرة سنة 96 موقع إسلام ويب سنة 98 فكانت عبارة عن موجة وحملة مدروسة لتصدير تقافة معينة لتصدير إديولوجية معينة عبر الإعلام المرئي وأيضا عبر الإنترنت حصل الموقع على 3 مليار زائر خلال هذه السنوات الـ 22 الماضية أيضا صاحب أو المسؤول على هذا الموقع نقرأ اسمه جاسم العلي في صحيفة الشرق اسمه جاسم العلي وهو المسؤول على هذا الموقع وقال بأن إسلام ويب نجح في تصحيح الصورة المشوهة عن الإسلام كان عندهم ميشن أنه يتم تصحيح كما يزعمون أو كما يتصورون أنه يتم تصحيح صورة الإسلام وقال جاسم العلي في تصريحي لصحيفة الشرق وعلى فكرة هذا المقال مش هذا من قريب في سنة 2020 في شهر 2 يعني مش من مدة طويلة وقد خال في هذا جاء في تقرير الصحيفة وفي الاستجواب مع المسؤول جاء التالي أنه مليون صفحة مفتوحة في الموقع بفضل الاهتمام من المواقفين يعني في مليونين صفحة في هذا الموقع 250 ألف فتوى إسلامية ربع مليون فتوى ربع مليون من الأظافر وانت طالع من النامسة والمتمسة وانت طالع لحتى الدول 200 ألف استشارة في مجال الأسرة والشباب خمس بوابات تتعامل مع اللغات العربية الإنجليزية الفرنسية الإسبانية الألمانية وقريبا الإندونيسية زوار من 190 دولة 8 ملايين صفحة إلكترونية محفوظة بإحكام وقال أيضا من ضمن ما قال خلينا نقرأه قال أن الكثيرين من من تعرفوا على الإسلام من خلال إسلام ويب أو المراكز الإسلامية المعتمدة أشهروا إسلامهم وكان هؤلاء يقولون أن الموقع والمراكز الإسلامية قدمت لهم فهما مبسطا عن الإسلام الذي حببهم في هذا الدين فاعتنقوه وبقوا في رحابه المعروف أن موقع إسلام ويب تقول الصحيفة صار الشبكة الإسلامية الأولى في العالم التي تقدم الدعوة الإسلامية بأسلوب بسيط وتوضح المفاهيم الخاطئة عن الديانة الإسلامية إذن هو موقع هدف تصحيح الصورة المشوهة في نظرهم عن الإسلام وهذه الصورة يريدون تصحيحها عبر الفتاوى عبر أشياء كثيرة خليني أقول لكم شيء عن قطر قطر دولة صغيرة جدا عدد سكانة محدود جدا ليس لها أي تأثير واسع لكن استغلت البترول والإعلام الفلوس والإعلام لخلق هذا التأثير وطبعا من وقت حمد إلى الآن هم يصدرون هذا المنتوج للعالم الناطق باللغة العربية العالم الإسلامي يصدرون هذا المنتوج منتوج الإرهاب منتوج يصدرونه عبر الجزيرة وعبر هذا الموقع وعبر أساليب أخرى إحنا مركزين في هذه الحلقة على موقع إسلام واب قطر عمركم سمعتوا واحد قطري يفجر نفسه عمركم سمعتوا عن واحد قطري مشارك كقيادة في أي جماعة إسلامية لا طب بعملوا إيه هو منتوج ليس للاستهلاك الداخلي هو للاستهلاك الخارجي قطر بتلعب بوجهين وجه للداخل وجه للخارج الخارج تصدر لهم الغلابة في المغرب والشباب في مصر والشباب في الجزائر والشباب في أوروبا بتصدر لهم الإرهاب روحوا موتوا روحوا انفجروا روحوا قاتلوا في سبيل الله هم في قطر بيعيشوا في بحبوحة من فلوس البترول وما بيروحوش يقاتلوا وما بيترقسوش جماعات إسلامية بتلاقي سعوديين وبتلاقي حتى إماراتيين وبتلاقي مغربة وتوانسة وجزائريين من كل الدول لكن القطريين لا منتوج للتصدير مثلا حتى أوضح لكم السكيزوفرينيا اللي عايشها قطر واللي بتضحك بيها على الشباب في هذه الحلقة أنا لا أريدك أن تصدقني أنا أريدك أن تذهب إلى الموقع نفسه ابحث بنفسك ستجد كل ما أتحدث عنه ما تصدقنيش روح بنفسك شوف ميز فكر شوف بيضحكوا عليك ولا قطر في 2022 حتنظم كرة القدم ده الوجه بتاع قطر لكن على إسلام ويب كرة القدم حرام حكم لاعب كرة القدم مقابل مال يدفع للفرق الفائزة رقم الفتوى مية واثنين وتمانين ألف مية واثنين وستة وتمانين ألف وميتين وتسعة وخمسين تاريخ النشر في 2012 ماذا تقول لاعب كرة القدم جائز إذا إذا في شرط خلى من المحادير الشرعية ككشف العورات وطبعا اللاعبين بيكشفوا العورات وتضيع الواجبات ما بيصلوش في الأوقات وراجع الفتوتين أما اللاعب على عوض يأخده الفائز فلا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق وإلا في نصل أو خف أو حافر هذا صحيح إذن اللاعب على عوض يعني مقابل يأخده اللاعب حرام شرعا ده في موقع إسلام واب لكن هما يستضيفوا كأس العالم ويعطوا مقابل لللاعبين لما يربحوا طبعا الفرق هي بتلعب علي مش مش هتاخد مقابل هياخده مقابل إذن خرة القدم بصفتها الحالية كأس العالم بصفته الحالية حرام شرعا لأنه فيه كل المحادير الشرعية لكن قطر بتصدر الفتوى للناس وهي تقوم بشيء آخر شيء آخر أنا ممكن أنبه لها مشروعية الخروج على الحاكم مشروعية خروج الخروج على الحاكم فتوى تسعين تسعين أو تسع وعشرين ألف ومية وثلاثين أرقام كبيرة لأن عدد الفتوى ربع مليون تسع وعشرين ألف ومية وثلاثين تاريخ النشر ألفين وثلاثة ما مدى مشروعية الخروج على الحاكم ده في الوقت هذه الفتوى في الوقت اللي كان فيه حمد نفسه انقلب على والده وخليفة كان عمل انقلاب راح بره قال له مع السلامة باي باي وعمل عليه انقلاب وسابه في المنفى طبعا قطر معروفة من 72 الى الان من 72 هي استقلت عن بريطانيا في 72 كان فيه احمد ابن علي ده تم تنحيته من خليفة ابن عمه قال له مع السلامة باي باي طب من 72 لحد 95 كان هو الحاكم اجى طبعا ابنه تميم واخذ الحكم لا عفوا كان فيه احمد وبعدين اجى خليفة وبعدين اجى حمد وبعدين اجى تميم هذا هو الترتيب حمد اخذ الحكم من 95 الى 2013 تميم اخذ الحكم من 2013 الى الان كل الانتقالات هذه تمت عن طريق انقلابات اخرهم كان بتاع تميم يقال انه انقلاب ناعم يعني اجبروا على اجبروا حمد على التنحي عن السلطة اجبروا على التنحي عن السلطة وطبعا مش بعيد يحصل انقلاب اخر اذا هو خروج على الحاكم مش بس خروج على الحاكم ده خروج الابن على ابيه ده انقلاب بين الاسرة نفسها واحد على ابن عمه واحد على ابيه والتاني على يعني واحد من من الاسرة الحاكمة يعني هي انقلابات بينهم حتى الخروج على الحاكم ماذا قالوا عنه اقرأ في الموقع اما الخروج على الحاكم فمذهب اهل السنة والجماعة انه لا يجوز الخروج على الحاكم لا يجوز حرام شرعا طيب ما تقولوا لنفسكم ما تصدروا البضاعة ما تستهلكوا البضاعة انتم ورون انتم النموذج ما عايزين تصحيحوا صورة الاسلام يا سيدي ربع مليون فتوى طبقوا شوية فتاوى من هذه استهلكوا شوية منتوجكم الله يخليكم لا مفيش هم عاملين فتاوى لاستهلاك الخارج ربعا يصدروا على المصر لا يجوز الخروج على الحاكم ويصدروها البلدان لا يجوز الخروج على الحاكم وطبعا هم عندهم سكيزوفرينيا في المظاهرات ايدوا الخروج على الحاكم ما تفهمش ما تفهمش في 2011 طبعا نادوا بقتل القدافي ونادوا بقتل بشار الاسد وبالخروج على الحاكم إلا لأن الفتوى تقول إلا إذا بدى منه كفر بواح طب ما هو ما بداش منه كفر أبوك لما لما انقلبت عليها البدا منه كفر لما انقلبت على الوالد كان كفر ولا لما الابن أجبر والده على التنحي بطريقة ناعمة كان كفر لا في نظرهم ما كانش كفر قطر الأمراء في قطر والأسرة الحاكمة عيشة طول عرض عيش الحياة بتطولها وعرضها ده أخو الأمير الحالي تميم أخوه اسمه خالد كان راح لأمريكا عشان الدراسة فيه تقرير ممكن تقرأه في في الصيف اللي فات قصة مليئة بالبدخ والرشوة وكل الأشياء والتهديد بالقتل والمؤامرة هو مطلوب حاليا في أمريكا لكن طبعا ترك أمريكا ورح هرب على قطر ما يدرش لو دهب إلى أمريكا سيتم القاء القبض عليه طبعا هم عايشين الحياة بتطولها وعرضها والشباب المسكين بيصدروله الفتاوى بتاع الجهاد بتاع القتال بتاع كل كل هذه الأشياء واحدة من الفتاوى حكم تقصير أنا فقط في الأول هوضح اسكيزوفرينيا لكن بعد كده أدخل في الجد في صلب الموضوع حكم تقصير اللحية آه هي فتوى رقمها طويل عريض تلتمية وثلاثين ألف وسبعمية وخمسة وخمسين حكم تقصير اللحية للضرورة يعني مفروض وده في ألفين وستاشر مفروض أن اللحية ما تقصرهاش لأنه ده شيء ضد الإسلام ماذا قالوا في هذه الفتوى إطلاق اللحية وإعفاؤها واجب وهل هو تركها ولا يتحقق إلا بذلك لا يجوز ترك ذلك الواجب الذي هو إعفاؤها وعدم الأخذ منها أو ترك ما زاد على القبدة منها على قول الجمهور إلا للمضطر يعني ما لا يجوز إطلاقاً أنك تشيل اللحية إلا لو كنت مضطر يعني فيه تهديد على حياتك في شيء من هذا القبيل طيب خلينا نشوف ماذا عنك يا سيد فين اللحية طبعاً هذا الاستهلاك الخارجي يعني أنتوا أنتوا يا شباب الإخوان ويا شباب الجماعات الإسلامية يعملوا اللحية إحنا إعفاء تام هو نفس نفس لو تأملت التاريخ الإسلامي هي نفس القاعدة اللي كان بيتباعها الزعيم الأول كان بيعمل قوانين لباقي الشعب وهو يعمل قانون لنفسه باقي الشعب عنده عدد معين من النساء هو عنده عدد آخر باقي الشعب يعني تنطبق عليهم بعض الأحكام هو لا تنطبق عليه نفس الشي نفس الشي بيعملوه هؤلاء اللي في قطر طب فين اللحية فين هي مش واجب ولا دالي الاستهلاك الخارجي فقط واحدة من الأشياء حتى تعرفوا قيمة التعصب الموجود يعني عندهم تعصب لا متيلة لها تعصب يعني ما تشوفوش إلا لما تروح للموقع وتبحث بنفسك واحدة من الأشياء عيد الشكر لسه محتفلة بيه أمريكا من أسابيع قليلة مضت عيد الشكر مفروض أنه عيد كبير جدا في أمريكا وأمريكا مليانة ناس فيها مسلمين فيها يهود فيها ملحدين فيها لدنيين فيها مسيحيين فيها كل الأطياف أمريكا بلد تعيش فيها حرية كيفما شئت عيد الشكر فيه فتوى عن عيد الشكر عندهم في إسلام واب عيد الشكر وحقيقته في ألفين وواحد رقم الفتوى ستة لاف سبعمية وستة وتمانين ماذا تقول الفتوى؟ أما جعل يوم للاحتفال به فإنه من جملة البدع والمحدثات وهو من شعار الكفار لا يجوز الاحتفال بشيء يتخذ الكفار عيدا لهم وشعارا عيد الشكر حرام بحسب قطر حرام وده قال لك أنه موقع موجه للناس حتى يعتنقوا الإسلام يعني بصراحة بيقول للمسلمين في أمريكا ما تحتفلوش بعيد الشكر المسلمين في كندا ما تحتفلوش بعيد الشكر لأنه حرام لاحظ أنه قطر عندها أعيادها الوطنية عندها كل شيء ما يحبوش أي واحد يتدخل فيهم الجزيرة بتتكلم عن كل بلد إلا قطر ما تجيب سيرتك خالص للتصدير طبعا فهم يحتفلوا بأعيادهم يعملوا كل شيء لكن بيوصوا المسلمين وكانهم أوصياء على المسلمين في العالم ما تحتفلوش بعيد الشكر لأنه حرام تتخيل دي دولة تنشر السلام تنشر المحبة قال لك عايزين نغير سورة الإسلام لا واضح السورة وصلت السورة بالألوان واضحة جدا شفناها شكرا أديتم المهمة نبدأ الآن في الصح عقوبة تارك الصلاة فتوى ستة لاف واحد وستين ده في ألفين وأربعة ماذا تقول عقوبة تارك الصلاة خلوا بالكم أن هذه الفتاوى ستمحى بعد عرضها في هذه الحلقة أنتوا دوروا علي الآن لكن بعد قليل لن تجدوها سيتابعون هذه الحلقة أنا تلقيت في الأسبوع الماضي بلاغ ضدي من الأزهر بلاغ ضدي من الشيخ علي جمعة وأنا مستعد في هذا الأسبوع أتلقى بلاغات من دولة قطر ووزارة أوقف الشؤون الإسلامية احتمال أنه يعملوا بلاغات بالهبل ما عنديش مشكلة ما أنا ضد الطيار يعني وأنا عارف أنا مقبل علي لكن ما عليش نأخذ التجربة خلينا نشوف ماذا تقول الفتوى بتاع تارك الصلاة الراجح أن تارك الصلاة يستتاب فإن تاب وإلا قتل على أنه مرتد دي دولة قطر بتصحح صورة الإسلام بتصحح صورة الإسلام أمام العالم مش دالي عملة داعش مش دالي عملة داعش على فكرة على فكرة على ذكر سير الداعش لن تجد فتوى واحدة من الربع مليون عنوانها يتضمن داعش أو يفتو ضد داعش فتوى ضد الإخوان أو يفتو ضد الإخوان عشان تعرف المنتوج موجه لمين ويخلق ماذا؟ طب تارك الصلاة أنتو يا قطر قتلتم أي واحد تارك الصلاة في دولة قطر؟ لا طبعا طب ليه عاملين هذه الفتوى؟ للتصدير يعملوها الشباب المغربة الجزائريين التوانسة الأوروبيون لكن إحنا أولادنا في قطر نعلمهم نبعتهم للجامعات نتصرف عليهم لا إحنا أولادنا نحفظ عليهم لكن ابعتوا أولادكم يقتلوا تارك الصلاة ده مغزى هذه الفكرة من الفتاوى القطرية هذا ما يقولونه للشباب طب حد من سب النبي وهل تقبل توبته؟ ويحد انتاب خلينا نشوفها بصورة واضحة ورقم الفتوى خمسة وعشرين ألف وتلتمية وسبعة وستين في ألفين وربعة عشر دي في عهد تميم في عهد الأمير الجديد طب حد من سب النبي وعارفين أنه سب معناها أنك انتقت أي انتقاد لمحمد يعتبر سب يعني أنت تنتقد محمد خلاص أنت دخلت في عداد من سب النبي تقول عنه أنه مش نبي خلاص أنت دخلت في عداد هؤلاء ماذا تقول الفتوى؟ خلينا نشوفها بشكل واضح أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي القتل وطبعا هم بيقتبسوا لكن هم موافقين على هذا الحكم قال ابن المنذر لكن هم موافقين على حكم القتل يعني أنه يقتل من انتقد النبي يعني هم موافقين على اللي حصل اللي بتعشر لإبدو هم موافقين على اللي حصل للأستاذ هم مصدرين هذه الفتوى خصيصا تخيل واحد شاب عايش في فرنسا يعمل بحث عن حكم ساب الرسول القتل طب أروح أنفد هم طبعا هيقولك جزئية بسيطة جدا حتى نكون واضحين هيقولك أنه لا مش أي واحد ينفد الحكم ده للحاكم طيب فردا فردا أنه مسلم نفد الحكم ما جزاؤه؟ لا شيء لا شيء علي لا يقتص منه هو افتئات أو افتيات على السلطة بيسموه الافتيات أو الافتيات على السلطة لكن ما فيش عقب لي يعني خلاص نفذ الحكم ما فيش عقب عليه يعني هي هي في الأخير فتوى أخرى اسمها واقعة عساف النصراني 31456 لدي في 2003 في عهد الأمير الآخر اللي انقلب عليه ابن انقلاب ناعم في عهد حمد ماذا تقول هذه الفتوى؟ خلينا نشوفها أيضا واضحة وضوح الشمس إن كنت تريد حقيقة الحكم الشرعي فيها فراجع كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول الشيخ الإسلام بن تعمين فقد أطنب فيه في تأكيد أن الساب يقتل مهما كان حاله كان مسيحي أو يهودي أو ملحد يقتل مفيش أي إشكال في هذا الأمر هم واضقين من الحكم ومصدرينه للعالم الإسلامي ده إسلام واب بيصححه طبعا ده بيصحح صورة صورة الإسلام بيعطونا الصورة الحقيقية للإسلام طبعا كل هذه الأحكام جاية من آيات وأحاديث ما تفهمونيش غلط هي مستندة على أحاديث ونصوص في التراث الإسلامي طب مش فقط هذا الأمر عقوبة من سب الصحابة وطبعا أنا قلت سب معناها انتقدة رقم الفتوى مية وتسعين تسعة وعشرين ألف وسبعمية وواحد وعبعين مثلا لو قلت بأن عمر ما كانش عادل كان أسوأ خليفة أبو بكر ما كانش عادل مثلا دي تعد سب للصحابة سرقوا الحكم مثلا اعتدوا على الناس دا أيضا يعد أنه كلام ضد الصحابة طب ماذا نفعل في هذه الحالة خلينا نشوف في هذه الحالة يقولون لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم طب لو فعل ماذا نفعل ماذا نفعل ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص فمن فعل ذلك أدب طيب حلو حلو فإن تاب وإلا جلد في الحبس حتى يموت أو يرجع حتى يموت أو يرجع مجموع فتاوى ابن عتيمين يعني أنه الفكرة أنه لسب الصحابة أو انتقدهم لسب الصحابة أو انتقدهم يجلد في الحبس حتى يموت أو يتوب عن هذه الفعلة طبعا الخطورة في الموضوع أنه أي واحد موجود في أي مكان في العالم يسمع واحد انتقد أبا بكر أو انتقد عمر أو انتقد عثمان أو انتقد أي واحد من الصحابة انتقد أبو هريرة مثلا انتقد أي واحد من الصحابة لازم يحبس ويجلد حتى يرجع أو يموت في حبسه وفي التعديب ده تعديب جلد في الحبس ده تعديب على فكرة قطر ما عندهش مشكلة مع هذا الأمر شايفين أنه خطورة الأمر خلينا نشوف فتوى أخرى اسمها حرية العقيدة لا تعني حرية الارتداد لاحظ أنه بيخترعوا مصطلحات إي يعني حرية الارتداد ما فيش شيء اسمه حرية الارتداد حرية العقيدة لا تعني حرية الارتداد رقم الفتوى 8520 ودي في 2001 ماذا تقول هذه الفتوى فقولهم الإسلام أباح حرية العقيدة ليس صحيحا على إطلاقه لا الإسلام أباح حرية العقيدة كما يفهمها هؤلاء فالإسلام وإن سمح لأهل الكتاب البقاء على دينهم إلا أنه يلزمهم بالدخول تحت السلطاني ودفع الجزية والامتناع عن إظهار الكفر والدعوة إليه ونشره على فكرة حتى تعرفوا أن قطر سمحت بوجود كنيسة في قطر لكن ما تجدش عليها أي شعارات أنا ما شفتش الصليب مرفوع عليها ما بيسمحوش بإظهار الكفر في نظرهم ثم يقولون وذلك معلوم مشهور فيما أجمع عليه الصحابة في التعامل مع أهل الدم يعني لازم يدفعوا الجزية وجمهور الفقهاء على أنه لا يقبل من غير الكتاب والمجوس إلا الإسلام غير الكتاب البوديين والهندوس دول يا إما الإسلام يا إما القتل فإن أبا قوتل على ذلك لازم نقتلهم البوديين والهندوس وباقي الأديان لازم نقتلهم وليس لأحد في دولة الإسلام أن يدعو الناس إلى الكفر ولا أن يدهره لا اليهودية ولا النصرانية ولا البوديية ولا الشيعية ولا غير ذلك من المداهب لهالدامة ما نسمحش لأي واحد يدعو لأي فكر آخر ما نسمحش حرية العقيلة مش معناها حرية الارتداد مخترعين مصطلح لوحدهم حرية الارتداد إيه حرية الارتداد أي اعتناق لأي فكرة جديدة معناها التخلي عن فكرة قديمة أي اعتناق لأي منظور جديد لأي منظومة فكرية لأي أديولوجية جديدة معناها التخلي عن أخرى معناها الارتداد عن الأخرى اللي صار مسلم معناها تخلى عن من منظومتي الفكرية أو العقاعدية السابقة سواء كانت بودي سواء كانت إلحاد سواء كانت لديني سواء كانت مسيحية سواء كانت أي شيء طبعاً نفس الشيء لإعلان العالمي لحقوق الإنسان يضمن تغيير المعتقد أنك تكون على هذا وتذهب إلى معتقد آخر في الاتجاهين للإسلام ومن الإسلام للمسيحية ومن المسيحية للبودي ومن البودي مفيش إنو كتعملوا قانون لوحدكم اسمه لا حرية العقيدة ما تعنيش حرية الارتداد ده مش موجود في المصطلحات الده مفيش شيء اسمه حرية الارتداد حرية العقيدة in and out in and out وممكن أبقى من غير عقيدة في الاتجاهين انتو عندكم one way مفيش highway one way تروح وما تطلعش تدخل وما تخرش إلا رأسك مقطوع طبعاً خلينا نشوف ثم يكمل يقول فإن الأمر مع من دخله وارتد عنه أشد وأعدم فالمرتد لا يجوز إقراره بعهد أو جزء وإنما يجب قتله لأنه عرف فأنكر وأبصر فعمى إذن إحنا أمام بتقولك لازم قتله يعني رأي قطر في شخص مثلي القاتل في العابرين القاتل في اللي ألحده من الخلفية الإسلامية القاتل في اللذين صاروا لادنيين القاتل ده رأي قطر في موقع رسمي تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنا مش عارف إذا ما كانش ده هو الإرهاب إيه هو الإرهاب إذا ما كانش ده هذا هو الضمار نشر الضمار إيه هو نشر الضمار ودي عن نوم الجزيرة والرأي والرأي الآخر ويكذبوا على الناس أنت بتقول أنه اللي ترك دينه لازم يقتل اللي ترك الإسلام لازم يقتل واجب واجب أنه يقتل دي دولة تصدر لكم القتل تصدر لكم الإرهاب تصدر لكم ما هو داعش عملت إيه مش ده اللي طبقته داعش على أرض الواقع ده اللي طبقته داعش نكمل ماذا يقولون أيضا وفي قتل المرتد حفظ للدين وصيان له من أن يتخذه السفهاء هزؤا ولعبا يؤمنون به وجه النهار ويكفرون آخره ليدخلوا الشك والشبهة على ضعاف الإيمان فالحمد لله على نعمة الإسلام أيوة طب هي هي الحمد لله على نعمة الإسلام إيه هو إيه هي النعمة دي اللي بتشكروا الله عليها يعني أنا عايز أعرف اللي هي قتل المرتد الحمد لله على نعمة الإسلام في آخر الفتوى هي قتل المر الحمد لله على نعمة قتل المرتد حتى نحفظ الدين حتى ما يتخذوا السفهاء هزؤنوا لعبا لازم يكون جد لازم يكون جد يتعلموا أنه دخول الإسلام دخول الحمام مش زي خروجه يعني دخول الإسلام مش زي خروجه ولذلك قلت أنا داخل الإسلام مفقود والخارج منه مولود طب معلش يا حضرات السادة في قطر ما حكم الشرع في السماح الرسمي لجماعات تبشير بالمسيحية في العمل في بعض الدول الإسلامية ده ما فيه شك كلام قد منع الشرع الرجوع عن الإسلام ورتب عليه حبوط الأعمال وقتل المرتد وخلوده في النار وفي حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه ده ده دول عايزين يصححوا صورة الإسلام فصححوها أدونا الصورة الحقيقة على فكرة هم مخلصين جداً في الفتاوى للنصوص الإسلامية إيه اللي مش مخلصين فيه إنهم عنهم وشين إنهم عاملين فيها في الداخل يعملوا اللي هم عايزين عايشين الحياة بطولها وعارضها ومصدرين الأمر ده للدول التانية служب societ لبييا صارت خربانة اليمن صارت الخربانة العراق صارت قربانة وتكاد في كل دولة من هدي الدول تجد يد لقطر فيها عاملين إيدهم مع حماس عاملين إيدهم مع تركيا عاملين إيدهم مع الإخوان عاملين إيدهم مع الإخوان في تونس عاملين في كل محل عندهم يد ده الدراع الإرهابي لقطر إسلام واب لا يعجبني الشعار إسلام واب سعادة تمتد إرهاب يمتد إيه سعادة من قتل المرتاد إيه سعادة من قتل تارك الصلاة إيه السعادة من واحد انتقد محمد ما أنتو بتنتقدوا كل أديان ربنا الموجودة كل أديان الأرض بتنتقدوا ما فيش دين لم ينتقد من المسلمين شبهة يقولون في هذه الفتوى أنا سأبدأ في أخذ المكالمات معليش أعطوني فقط يعني دقيقة أو داختين سأبدأ في أخذ المكالمات خلينا نشوف هذه الفتوى شبهة وجوابها حول قتل المرتد والزاني المحصن رقم الفتوى 68357 في 2005 ما دا تقول ولتعلم أن كل من حكم قتل المرتد وقتل الزاني المحصن تابت في نصوص الوحي مجمع عليه من قبل أهل العلم خلاص دا الشيء ما فيش نقاش إجماع الفقهاء على هذا الأمر يعني ما فيش أي مشكلة في قتل الزاني المحصن رجم الزاني المحصن وقتل المرتد خلينا نشوف فتوى أخرى طيب عقوبة الزنا رقم الفتوى ألف وستمائة واثنين وديف سنة ألفين ماذا تقول هذه الفتوى تقول أما حد الزاني إن كان الزاني حرا محصنا رجم حتى الموت رجلا كان أو امرأة وهو محل إجماع يرجم كما اتفق الفقهاء على أن الزاني غير محصن رجل إن كان أو امرأة يجلد مئة جلدة إن كان حرا عما العبد والأمة فحدهما خمسون جلدة سؤال بسيط لكم فقط أنا مش شايف الرجم موجود لي اعطونا نموذج حتى الجماعات الإسلامية بوكوا حرام وداعش والتانيين يستفيدوا بالتطبيق يعني يشوفوا علانية أنا عايزين في كأس العالم هو جاي 2022 عايزين نشوف شوية ألعاب جنب كده شوية ملاعب فيها بعض مشاهد الرجم ما تنفدوا الكلام اللي بتقولوا ما تنفدوا الكلام اللي بتصدروه بتدمروا بيه دول أنا عايزين نشوفكم تنفدوا تعالى ما مقتنعين بيه هو محل إجماع حد غصبكم ما انتوا في إيدكم السلطة التشرعية والقضائية والتنفيذية حد حايشكم ما تورونا ولا انتوا بتصدروا للدول التانية الخراب وانتوا عايشين الحياة بطلها وعرضها عمركم شوفتوا زاني واحد رجم في قطر أو يعني هي قطر ما في هاش زنك خالص يعني ما في هاش خالص متأكدين يعني من الموضوع ما فيش حد أمسك يعني حتى في الأسرة الحاكمة خلينا نبدأ في أخذ المكلف ألو ألو مين معي أيوة أيوة جلت المشاك أه لاو سهلا أنا سهلا تفضل ألو أنا سامعك تفضل أنا عايز أم أنا سامعني ثلاث سربعة ساعة أعمل مدفرة أجل أعمل مدفرة مع الأخ رسيد ألو عايز أعمل مدفرة مع الأخ رسيد مش عارف لا لا أسمع المتصل في مشكلة خليني أجرب مكالمة تانية ونشوف لو في أي مشكلة يمكن معرفش أنا في مشكلة في التليفون ولا من عنده ولا من عندي ألو مين معي ألو أخ رشيد مرحبا ألو ألو أخ رشيد مرحبا ألو تسمعني أنا أسمعك تفضل مرحبا أنا اسمي نيكلس أولا بدي أشراك على الموضوع عندي تعليق وطلب حقيقة التعليق هو أنا من المنطقة المنطقة العربية وأنا أذكر الصوت بيتقطع يعني بسمعك شوية وبعدين بيروح إيه المشكلة أوكي أوكي أنا يعني بذكر عندما تسمعني هلو 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 تسمعني هلا مش عارف في مشكلة في هلو 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 تسمعني في مشكلة في الاتصال فأنا مش عارف أنا إيه اللي حصل لكن على العموم أنا ساستقبل المكالمات ونشوف لو هي المشكلة من عندي من عندكم أحيانا التواصل بيعمل مشكلة خلينا نعود للحلقة في فتوى من الفتاوى اللي حطوها في الموقع خلينا نشوفها رقم الفتوى 19971 اسمها عدم الكفاءة في الدين والحرية تمنع القصاص ضيف الفين واثنين عدم الكفاءة في الدين والحرية تمنع القصاص ماذا تقول مدهب جمهور العلماء أنه لا قصاص في قتل المسلم للكافر أو قتل الحر للعبد يعني لو حد قتل حد مسلم قتل واحد كافر مفيش قصاص عليه ولو واحد حر قتل واحد عبد مثل الآن في موريطانيا لازالت بعض الأماكن فيها عبودية مفيش قصاص عليه ده نفهم منه هي أنه روح يا مسلم قتل كافر مفيش أي شيء عليك ما ده اللي قلته أنه يقولوا لا التنفيذ يكون في يد الحاكم ما هو لو قتل كافر مفيش أي حاجة عليه مفيش أي أمر يترتب على ذلك وهذا يؤكد تأكد فتاوى كثيرة ما حكم من قتل نفسا كافرة بغير حق طبعا هم دايما يبتدوا لك أن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كبيرة من أكبر الكبار طبعا بعدين بعد التصدير دي وقد اختلف أهل العلم في حكم القصاص من المسلم إذا قتل كافرا ذميا عمدا هل يقتل به المسلم أم لا يقتل به فالجمهور أهل العلم أن المسلم لا يقتل بالكافر إنما عليه الدية إذا لم يكن محاربا يعني باختصار شديد يدفع فلوس لو قتل واحد عن غير حق وده واحد بيعتبروه غير محارب يعني عنده عهد ومقيم ومفيش أي مشكلة طب واحد هو المحارب حتى تفهموا المحارب مش هو واحد حامل سيف فقط يدخل في هذه الخانة لا المحارب هو أي واحد ما عندوش عهد ما عملناش عهد معه ده يعتبر محارب ما ديناهش أمانه ده يعتبر محارب واحد يا سيدي مثلا انتقد الإسلام قال الإسلام ليس دينا من عند الله محارب حتى لو ديناه عهد حتى تعرفوا أنه كلمة محارب تشمل أصناف كتير فهو لما يقول لك أنه حتى أما لو قتل محارب لا يدفع حتى الدية ما عليش شي حتى الفلوس ما يدفعه طبعا دية الكافر هي أقل من دية المسلم يعني في الأخير لا شي تقريبا لا شي خلينانا نجرب ناخد مكلمة أخرى ألو مين معي؟ أخ رشيد مرحبا أم تسمعني أخ رشيد ألو ألو تسمعني؟ سمعني أو سمعني ألو مين معي؟ أنا سامعك كويس أنا مسامع شي أعتقد أنه في مشكلة في التليفون فأتمنى أنه الأمر يعني أستطيع أن أخذ المكلمات لكن يعني لحد الآن مش قادر أخذ أي مكلمة بكل وضوح خليني أيضا أشوف بعض التعليقات على الفيسبوك يوسف مالكو إسلام ويب بلا منازع هو موقع ابن باز طبعا أنا متكلم عن أنت يعني خمنت الموقع جيدا هو موقع إسلام ويب خلينا نشوف تعليق آخر من الفيسبوك يا ربي أعرف محمد أحمد يا ربي سلط على هذا الخنزير سرطانا يأكل أحجاءه شكرا يعني أنت حليت المشكلة ده واضح أنه دين سلام ودين محبة ويبعت فيكم السلام والمحبة بشكل واضح جدا خلينا نشوف تعليق آخر يقول صلاح الغول لماذا تبحث في المواقع والكتب والمجلات ولدينا دستور واحد يجمع الأمة الإسلامية هو القرآن الكريمي قرأه جيدا وتمع عن فيه واخرج لنا كلمة يعني عايزي يقول كلمة غلط أنا عملت حلقات كثيرة عن القرآن وحتى الفتاوى التي يناقشها الآن هي مبنية على النصوص الإسلامية منزلتش من المريخ على فكرة فإذاً هو كل الأفكار لها أصل في التراث الإسلامي نحاول ناخد مكلمة أخرى ألومين معي أهلاً أخي رفيزة أنا جرجس بشايل اتصلت بحضرتك أهلاً وسهلاً أخ جرجس ما كنت سامعك قبلاً تفضل أهلاً بك ربنا يباركك ويستخدم أكلمات دي اسمه قدوس أنا عايزة أقول إن قطر نسميها قطر يعني عايزة يفرق يهمها قولي يهماش لا الإسلام ولا عرب إسلامي عايزة تعمل بلبلة في نصر الدول العربية وتكون خلايا يهدية ما بيهماش الإسلام؟ أنت بتقول هي ما بيهماش الإسلام ما بيهمها إيه؟ يهمها تعمل خلايا في الدول العربية والخلايا دي تصور ضد الحاكم وهي عشان دولة أقل مين مليون أنا أنا عندها عايزة تقول إن هي يعني قادرة تعمل وتعمل 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 آه هي نسميها كطر تي يو تي تي اي آر كطر يعني عايزة تجلت تجلت الدول العربية ده اللي ما قبل أي حاجة يعني أنا ما سمعتش أشياء كتيرة ما عرفش هي من من عندي ولا من عند المتكلم لكن خلينا نشوف بعض الفتاة لكن أنا فهمت فكرتك أنه قطر ما بيهمهاش الإسلام هي بتهمها أشياء أخرى وأهداف أخرى وطبعا هذا ما قلته أنه هي في الأول والأخير عايشة وجهين وجه لتصديره للخارج ووجه للداخل خلينا نشوف فتوة أخرى حكم الشرع في من قتل مسلمة لردتها وزواجها من كافر واحدة تزوجت من واحد غير مسلم واعتبرها واحد مرتدة وإنه هي تزوجت من كافر رقم الفتوة مية واثنين وخمسين ألف وخمسة وتسعين ودي في 2011 شاب قتل ابنته أخته بسبب أنها تزوجت بنفسها بكافر غير مسلم هذا الشاب دعاها وزوجها إلى الإسلام أنكرت أن تعود إلى الإسلام فقتلها الشاب ثم دخل السجن لمدة ثم خرج من السجن بعد المحكمة بعدم الشهادة على قتله السؤال ما حكمه في الشريعة يعني هو قضى السجن واضح أنه ما كانش فيه شهود على القتل لكنه ما اعترف بحادثة القتل واضح أنه هذا الأمر يمكن حدث في بلد ما بيطبقش فيه القانون جيدا على العموم ما هو قول المفتي مدم الأمر قد حصل فعلا فإنه قد أخطأ القتل آه عمل خطأ طيب إيه العقوبة لكنه لا يقتص منه لأنها غير معصومة الدم شايفين آه عمل غلط أوبس عمل غلط لكن لا يعاقب أنت ليه عملت الغلط ده قتلت واحدة روح خلاص ما عليك شي ده اللي بتقوله تخيل أنه قطر بيتقول للناس اقتلوا أي يعني المغزى بتاع هذا الكلام بكل وضوح أنه اقتل واحدة اتزوجت واحد غير مسلم وما عليك شيء أنت لو قدرت تهرب من القانون بتاع البلد الموجود فيه ما عليك شيء في الإسلام أنت أصلاً أنت عملت شيء جيد أنت خلصت الدنيا من دم كافر ده محتوى كلامهم ده إرهاب ولا مش إرهاب طب خلينا نشوف المثليين في هذه الحالة رقم الفتوى 1869 يقتل الفاعل والمفعول به ده في 2004 ما حكم الشرع في مرتكب جريمة اللواط أهو بكل وضوح أعطى قولين المذهب الأول أنه كزاني يرجم المحصن ويجلد البكر مع التغريب يعني هنا القتل أو الجلد لغير المحصن الثاني وهو الراجح ما بيفضلوا هذا الراجح أنه يقتل الفاعل والمفعول به مطلقاً لما في الترميدي وأبي داود وابن ماجد يعني بصريح العبارة اقتلوا الاثنين الفاعل والمفعول به أنا مش مع المثلية ولا أدعو لها ولا أروج لها لكن طبعاً هذا إرهاب هذا قتل إرهاب ده اللي كانت بتعمله داعش وكانوا بيرموهم من على شاهق من على شاهق من فوق بنايات مرتفعة داعش مش محتاجة مفتي داعش ممكن تلجأ إلى إسلام واب بكل أريحي مش محتاجة مفتي مش محتاجة أصلاً مانيول المانيول بتاع داعش هو إسلام واب أي إرهابي أي جماعة إرهابية في العالم ما تحتاش كتب ادخلوا على إسلام واب موفر لكم كل المادة ازاي تقتلوا المثلي وازاي تقتلوا الزاني وازاي تقطعوا الإيد وازاي تقتلوا تارك الصلاة وازاي تقتلوا المرتد وازاي كل هذه الأمور موفرها لكم وموجودة في الفتاوى وعلى عين الناس يعني ادخلوا وابحثوا هتشوفها واضحة صريحة في نفس الإطار رتبة حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط والفتوى رقم الفتوى 4291283 دي في 2020 على فكرة دي مؤخراً جداً يعني إحنا في 14-2020 يعني هو مش تغير كلامهم من زمان من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ولو فرد أن الحديث لم يصح ممكن تقول أن عقوبة من يعمل عمل قوم لوط القتل يكفي اتفاق الصحابة على العمل بمضمونه أن عقوبة من يعمل عمل قوم لوط القتل يعني حتى لو جدلتنا بأن الحديث مش صحيح وابتدت تدخل معنا هو القتل هو القتل نهاية الكلام طيب فتوى أخرى في نفس الإطار ماذا أفعل إذا كفر أحد أمامي كيف يجب أن تكون ردة فعلي بارك الله فيكم وفي موقعكم لو حد نطق كلمة كفر أو كفر أمامي أعمل إييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي الارتداد قتله إن توفرت فيه شروط التكفير عملا بما في حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه يعني باختصار لو عندك القدرة اقتل من كفر أمانك اطلب من التوبة إذا لم يتوب اقتل طب ممكن تقول أنه أنا مش سلطانة مش نائب السلطان مو حتى لو عملتها في الأخير معلك شيء يعني حتى لو قمت بهذا الأمر بحسابهم ما فيش شيء عليك ها أنت أخطأت لكن ما فيش شيء مش حتدفع شيء ما فيش قصاص ما فيش غرامة ما فيش دية ما فيش أي شيء يعني في الأول والأخير مباح قتل الساحر خلينا نشوف شيء آخر رقم الفتوى تنين وعربعين آلف وخمسمية وواحد وثلاثين قتل الساحر لا يتولى أحد المسلمين آها هو القتل موجود في ألفين واربعة لكن ما يتولىش أي واحد طب لا يتولى أي واحد إيه العقوبة لا شيء برضو لا شيء هم بيحتالوا على الناس لا ينفده أحد المسلمين ينفده ولي الأمر أو نائبه أو حد عند السلطة طب فردا فردا واحد من العوام نفد ما هي عقوبته لا شيء يعني هي هي فإن السحر إذا تبت على شخص بالبينة أو الإقرار أنه يتعاطاه أو يعلمه لغيره فإنه على إمام المسلمين أن يقتله آه لازم نقتله لو واحد قام بالسحر طب أنا لا أؤمن بالسحر أنا لا أقوم بالسحر لا أشجع على السحر لا أؤمن أنه يؤثر على حياة الناس لكن أقتلوا واحد بيعمل آآ شعودة ولا خرفات أقتلوا لي يعني واحد بيعمل مثلا في فنجان أو يعمل يقرأ الكف أو أقتلوا لي أنا لا أؤمن أنه ممكن تقرأ المستقبل من الكف ما فيش أي شيء أو يقول له أنا هعمل لك في ورق وفلان هيصير يحبك طب أنا لا أؤمن بأن هذا سيؤثر فيه إطلاقا لكن أقتلوا لي أوعي أعلموا أقتلوا لي هل دي جريمة تستحق القتل في نظركم لكن طبعا هو بيعتمد على النصوص الإسلامية نيجي لحد الصارقة حد الصارقة كيفية حد الصارق مقطوع اليد اليمنى في صارقة سابقة هل تقطع يده اليسرى مية وعشرة تلاف وسبعمية واثنين وخمسين دي في الفين وثمانية والسؤال كان إذا أنه واحد لو كانت مقطوع إيده وسرق تاني نعمل خلينا نشوف إذا تبت هذا فإنه تقطع رجله اليسرى يعني هو مقطوع يد اليمنى الآن نقطع اليسرى الرجل مش اللي ننسب له اليد لقوله تعالى أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف يعني يكون اليمنى مع اليسرى اليد اليمنى مع الرجل اليسرى لأن قطع اليسرى أرفق به يحنينين لأنه يمكنه المشي على خشبة ولو قطعت رجله اليمنى لم يمكنه المشي بحال تشوف الحنية تشوف رحمة الإسلام وتقطع الرجل من مفصل الكعب الكعب عفوا في قولي أكتر أهل العلم وفعل ذلك عمر رضي الله فإن عاد فصرق أو قام بالصرق بعد قطع يده اليمنى تخيل بقى فأقولك لو عاد وصرق بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى نعمل إيه قد اختلف الفقهاء قال بعد قطع يدي ورجله لم يقطع منه شيء آخر والبعد قال تقطع الثالثة يده اليسرى والرابعة رجله اليمنى وفي الخامسة يعزل هو لما تروح الرجلين واليديين هيصرق إزاي أنا أنا أريد أن أفهم سيصرق بأي عضو لكن على العموم تخيل ده تعليم قطر نقطع اليدي ونقطع هو داعش كانت بتعمل إيه اللي كانت بتصوره داعش مش هو هذا نفسه ما هو الفرق إيه هو الفرق إحنا مش عارفين ما هو الفرق خلينا نكمل هل تقطع يد الصارق إن كان صارق أدوات موسيقية رقم الفتوى مية وسبعة وستين ألف وستمية وتسعة وتمانين دي في 2011 خلينا نشوف أنا ليه بأقول الأرقام يعني ممكن تحدث بعد هذا فممكن تدوروا بالرقم وكل هذه الأشياء لكن ممكن تحدث فخلوا بالكم ستحدث بعد هذه الحلقة الكثير من هذه الفتوى ليه أنا حاطط هذه الفتوى لأنه قال لك سرقت سرقت الأشياء الحرام ليس عليها حد ما فيش عقوبة الأشياء اللي حرام أصلا مثل الآلات الموسيقية ما فيش مشكلة اسرقها ليس عليها حد ليس هناك عقوبة خلينا نقرأ ولا قطعة بسرقة أدوات الملاهي كالعدد والمزمار والأصنام والسلبان لأنها غير متقومة فلا يباح استعمالها وإزالة المعصية أمر مندوب إليه لاحظوا السلبان يعني لو ذهبت لكنيسة وقمت بسرقة تمتال العذراء مثلا ده ما اعتبر صنم في نظرهم ما فيش مشكلة لو قمت بسرقة صليب ما فيش مشكلة لا ينفذ عليك الحد وقالوا أيضا وفي الموسوعة الفقهية يشترط أن يكون المسروخ متقوما أي له قيمة يضمنها من يتلفه فلو سرقة ما لا قيمة له في نظر الشرع كالخنزير لو سرقت خنزير ما فيش مشكلة كالخمر والميتة وآلات الله والكتب المحرمة مثلا لو سرقت أنجيل ما فيش مشكلة والصليب والصنم فلا قطع عليه إذن لو قمت بسرقة أشياء من الكنيسة أو أشياء من المحرمات في نظرهم ما فيش مشكلة إطلاقا لأنه ده أصلا حرام ولا يجوز شرعا في فتاوى كتير كتير وحدة منها إقامة وجوب إعادة إقامة الخلافة واجب شرعي على المسلمين وأنا ممكن أدخل لكن ما عنديش وقت واجب شرعي على المسلمين ما تقيموا الخلافة عندكم في قطر لماذا لا تقيمون الخلافة في قطر لي عندكم فقط هذه الإمارة اللي فيها انقلبات من 1972 إلى الآن إذن وصلت أنا لنهاية الحلقة أنا أشكركم على متابعة هذه الحلقة كان هناك المزيد لكن أنتم ستبحثون وستجدون المزيد وأنا معتمد على دكائكم وعلى بحثكم وللقاء معكم في الحلقة القادمة بنعمة الرب ألقاكم وإلى اللقاء أعتذر على التلفونات كان خارج إراتي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر